موسيقى 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 مساء الخير عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة الناس اللي كتبعوه على ميديا ان تيفي كنرحب بالضيوف اليوم اللي جاءوا البلاتو دي القصة الناس باش يشاركونا تجريبا ديرهم كنرحب أيضا بالضيوف أو الحضور الكريم اللي معايا داخل البلاتو وبالأستاذ عزوز أتوسي أستاذ علم النفس الاجتماعي اللي حاضر معايا اليوم وغاد يرفقني في هاد الحلقة جوجت الأستاذ ديالي موضعنا اليوم في قصة الناس موسيقى بدر دخل في علاقة حب مع الأستاذ ديالي اللي كتقره كملات بالجواج حليمة تعلمت الحرفة والجوجات ونجحات في زواجها من أستاذها راشيدة جت تقرى في مؤسسة خرجت بلا ديبلوم ولكن بجواج من أستاذها مرحبا بك حليمة وراشيدة وبادر شكرا على الحضور ديالكم اليوم في قصة الناس نبدأ معك بادر عاوني القصة ديالي كيفاش تدخلت إلى المؤسسة كيفاش تعرفت إلى الأستاذ ديال وكيفاش تطورت العلاقة من علاقة ديال الأستاذ مع تلميذ العلاقة ديال جواج السلام عليكم مع عليكم السلام في الأول اللي كشنقرف إعدادي مع المودة ما قرأيه ما أعطاتني خرجت شن تعلم سناء تكوين في خياطة هي جنتعلم واحد مودة جوحد شور بحلقة كوك أستاذ ديالي شقريني عادي عادي مع المودة بجنتعرف عليها شيء فشيء فهمش مع المودة لا هذا شيء فشيء هي الموضوع ديالنا اليوم هي شيء فشيء كيفاش تطور العلاقة يعني كدير هذه القراءة ديالكم اللي خلاتك تقرب الأستاذ ديالك لدرجات ديالك كتعلم كخياطة في مما كن هادي دير هادي ما كنتش غير بوحدك في القاسم لكن بزاف كحانتو ما في القاسم براكيا شيء خمسين واحد أولاد وبنات أولاد وبنات مهم كحان كان العمر ديالك ديالك ساعة بدر كحان ديالك عشرين قل دخلت لعشرين عشرين عام اه ايه اه صافيش نطولو معا نطول معا بزاف لها درا هادي انا ستقال فمشي تحكر عليه بزاف هي اه هي تتحكر اه اما هو دائما تبقى تتلقي تديرش شوية ديال المسافة بينه بالأستاذ اه الحتيارة الحتيارة ها الحتيارة الحتيارة شوية ما تطلقش عليها طلقاش عليها مهم اه واخد شلم يدحسوا بذك نقص فمشي معمرا يعني انه تمام كلو لك اه 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 سقر يواجب دياله هادي ولكن انا لديك زيادة 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 كدا عمر هادي كدا ها حالف عمر الأستاذ ديالك 24 اه خلق لكم صغار اه اه ايه وصافي تطورت العلاقة بينها كان خرجو عادي وليت وبدأت العلاقة في القاسم شوية ودت العلاقة في برا اه كتخرجو كتخرجو عادي ايه الاخيره ومن بعد القاسم وليش يجيب لي البلبالة فمشي بحال اشهد البلبالة زيقى يقول لك حسوا بكم كيناشي حاجة مش ييادك بناتكم اه افلانا هادي كدا انا مهجبنيش اذك شي كتلا اما كايم معكم ام لي بغيشي لا اعود لي على شنو توقع في القاسم لما تتولياد الأستاذة كتعطين اهتمام دياله كلو الوحد تسيد والتلمد وما تبقى عادي الأمور عادية شنو مثلا وش كتسمع شي شفهم كيتغان بخالي كتسمع الهضراء مثلا دران شكي البناتش كي يقولوا اه عود لي على نوع الهضراء ممكن يتلقوها عليك ولا في المؤسسة غادي تروج بلي الأستاذة معا اه ممكن الإدارة تسيق الخبار اه عود لي شنو المشاكل يوقع جون المؤسسة وهدي واللي شنو ندري صغير وكده اه يقول لهش انت تتقري اه وي مش قبل بلاش ذلك فكرة لقد يجمع فوض ببراسه اه انا مهم عندي وانتش لاجه انا مهم عندي انشي ايك اه وانت تقول داركو ما نجوج أستاذة ما كي مشكلة انا دارنا الوالد موفي الوالدة موفي اخو شي كبار وماللي اه 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 اشي لك يعني حب ديال بالصح ديال ماشي حسرا الأستاذ ديالك دايما كتشوفوا كي ناشي شوية ديال ديال تيبلك بعيد عليك غيرك الأستاذ كي يقريك تيعتك العلم العريفة اه 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 خلي السين خلي السين الحمدولله ناسسين مقاربين توم مقاربين اعبين مجي ام أصلا في الفيزاج ماشي كبيره اوش اه مادة 24 عام عادريا صغيرة اه استاذة صغيرة ماشيش عام ماشي تعامين را اه ماشي هاسة بارا اه مصافة ومن بعد وجوجته اه ماشي طلداره وخمازا نتذكره من بعد الجواج وش هتبقى العلاقة هي هي شكرا لك بدر اه حالي ما حتنتي الأستاذ ديالك او المعلم اللي علمك الحرفة معلم معلم ديالك معلم ديالك قيل اللي تي علمنا هو أستاذ ديالنا هو المربي ديالنا هو اللي تيعطينا المعريفة والعلم كيفاش تطورت العلاقة كانت يعلمك الزرابي كانت يعلمني الزرابي كيفاش تطورت العلاقة واللي تو مجوجين هدر معايا في الجواج وخرجنا قبل ما نوصله للجواج حيث هو ما هدر معاك في الجواج حتى تدست واحد المودة تدستشوه عاودي لي كيفاش العلاقة معاه في المعمل في المعمل كنت تعلمني وفي الأخرى كيف كنتو ديال البنات كيمي البنات بزا فليتين شو حيث احنا كنا نعرفوا المعملتي كنت تفاركت بالله عامر بالبنات عامر معلمات عامر وامتي يالله قلت بسم الله في الحرفة يالله قلت بسم الله عاودي لي العلاقة معاه كيفاش تتقربتون بعضياتكم انا كان اليوم غدا حش يوميين واش نهضر معاه تسافت لي مع الجنات هذي هذي شافني دخلها سقراسي اهه قلية طلبت منك نجوج بك وبقيت معاه مداتا نخرج معاه تنسهره وتنه هذي فالاخر طلب مني نجوجه وقلت لي شو فوالي واخر نتعافك حاليمة منين كنتي ما كنت نهضرش معاه واخن قلت وبدأت يتقرب ساقوا الخبار صحاباتك في المعمل حيث تغيبقوا وشوفوا الاهتمام زي لا تأوما جاهتم ما بغاوا جاهت قلت كيفاش تتعلمك عنتي وتتقرب لك جاهتم من الغيرة معلوم حيث هو مركز عليك عنتي قيز تتبني لغاتي في المعمل تيجي وتقول لي كيفاش تعلمها كيفاش توريهاها هي وتيبشي وصلوا لي الهضرة تقول لي ازعمارها تتقول لي لاش ارد لي البلعه هي لاش هادي ما تيبينش ما كيبينش وكني باين ذاك الشي بيناتك باين ما تخذي انتي كيفاش كنتي تتدافع على عراسك من لي رامكين والورة غير زمانة عادية نخدم ذاك شي ما تقول زمانة ولكني تكون يعجبك الحال انتي معلم بوحدك لتي ابن لي بقى قلت زمانة تعني بغاي يسترني وهادي ويقلسني وذك شي ما الزمانة سي بسمة كان حسن استرراتي ابنيتي وندير ولي ذاتي ايه ما حد وصف هذا المعمل المعمل لي كنت عندي شي هادي من عشرين عام دخلت نتعلم حتى لين عجوشتي تكون شي باش خضاني هم شي ثلاثين تكونك عشر سنين عشر سنين ونتي في المعمل معاه تعلمك عشر سنين تتعلمي الحرفة ايه ولا كتخدمي ولا شنو تنخدم والتي حريفية زرائبية ايه وهو بقى دم المعلم ديالك بقى المعلم ديالك ايه وعشر سنين راه عمار طويل هذا باش وانتي ويا في نفس البلاسة في الأخر من اللي اخداني مشال دارنا اخداني والتماجوج ووليدت ايه تبارك الله شو وليدت ايه واحد عندي معوقة واحد عندي ايقلس ايه وينجوشتي خرجتي من المعمل ايه كان قلسني قلسني ابنيتي قلش انخدم قل يا ايقلسي ومن اللي توفى ثاني بقيت كن ايه توفى مسكين توفى لي يبقيت ثاني نوبان قلت ما نبقاش ثاني شكون غا يخدم علي انا ولوليدت ارجعتين ارجعتين الحرفة اللي علمك موحفة اللي علمني ابنيتي وارجعت لها في جوليدت واحد قلس ليه في القنط معويق نعم وخا حليما مازاد نرجع نكمل معك القصة نشكرك بزاك فرا شيدا حتى انتي دخلتي المؤسسة ديال تعليم الحلاقة ايه ولا لا جووشي الأستاد ديالك كيدرتي للأستاد كيفاش تجوشي بي هذا قبل ما نعرفوك كانت واحد السيدة قلت لي واحد المدرسة كيتعلموا فيها ممكن تخدمي معنا فيها ما انا وش من الزيانه قق ليه مزيانه ما عندك مناش خافي وبشيت يا ذيك بقيت المآوم وعجبني الحال بقيت متعلم الخدمات لهم وذيك شي وش فيها بش فيها بديت نطور ايه وصلت تكل عام ونصها كبده كيتقرب الأستاد عندي واخي هاد العام ونسكولة كان هاد السيد هو الأستاد ديالكم ايه والأستاد ونسكولة وش هو المدرسة او لشهو لماشي اي مشارك معه شي حت ما في ذاك مدرسة ايه كنت يعلمكم كاملين دروس كلكم. أنا حاجة واحدة كان قاني حدودية وهدي وما كان هدرته مع حد. خدمتي كان ديرا وكان حشم. صافي ولا كي تقرب الجيتي. مرة مرة كي يعرض عليها قواكا. مرة يقول ينا مش يتعرف عليك هدي وهدي اللي عجبتيني. صافي بقادتك العلاقة هكي. حسر دوزة دوزة ما عامين ونص. عامين ونص في الخدمة. في الخدمة. عاولي لي على النفسية ديالك اللي ما كتولينتي في علاقة حب مع الأستاد ديالك في نفس البلاسة. هي عجبتني ولكن مش كل الناس لي ما أنا ما عجبنيش لحال معهم. كل مرة كير ميو هدرا. كيف أشهد يالله جات ترت بلاسة علينا وحنا مدة طويلة وحنا هنا. انتي دبا مفيدة ترت بلاسة كدتي لأستاد. هادك شي دبا لي. هادك شي دبا لي قالوا مه هكا. هادشي لاش هدرو هكا. كان كيف الزمان هدي تغيط هارت بلاسة هالبتت أستاد وغادت تحيدوا لي نا هدي بقاوكي هدرو هكا. لغيرة. صافي بقيت أنا كان شوف كان قول. ولمو الشي للإدارة مثلا ما ساقوش الخبار حيت ما عجبوش لحالنا لأستاد معا تلميذة ديالتو معا رقلو لاش. دخلوا بقا. دخلوا بقا. دخلوا بقا. دخلوا بقا. دخلوا بقا. دخلوا بقا. أنا عجبتو. ماشي. دعما ما نواش شي حاجة خيبة. قال قصدتها بشي حاجة مزيانة. ماشي خيبة. حيتا دوك البنات رأى مسؤولية ديالو. يقدر يكلموا الشي يمتان ولامو المدرسة يقول لسيدي حنا المتجا وتعلموا. أبدا. ميتجاوش اللي عجبات كل اش فيتاحدوا ديالو. غدية. حين توا مخرجتو القهاوي. ما يبقيتو شهاف لمؤساسة. تتخلو بقا. أبدا تتخرجو. ما تتوقع شي مشكلة ولا شي حاجة. تولي. لا لا ما قال ما قل ما قلت مشكلة. بالعكس قبلها الإستاد ديالو. ما قل مشكل. حيث هو أصلا هدر زويل معا. قال لي البنت عجباتني. أنا بغيتها صفي قطورت ممتك أمينومس صفي وحبست الخدمة أنا ونالي قلت له نحبس دبا عمباج جوجنا ما كملتيش القرية ديك فيك المستاسة ما كملتيش ديبلوم يعني؟ لا ما كملتيش أنا ما بغيتش مرض ما خللكش تكملي ولا كيباش؟ لا أنا ما بغيتش مرض وليت كان نحس بالضغة والصخفة بقبط شيش ورات وديك شي صفي وقلص وليت كان تخناق وهدي صفي ديبلوم ما بغيتش نكمد كاني على خطرك ودب الحمد لله عايشين بخير جوجته ما كانش مشكل من العائلات؟ لا بالعكس عجبهم تي مشيتي تقراي ولا مشيتي تجوجي مثل وليدة ديال؟ ما قالوا لي والو حاجة واحدة تعرضوا لي على قالوا لي ليش ما كملتيش في الخدمة اليوم أنا مرض ما يمكن ليس حتي نضيعها هكاك بصحاية كل شيء صفي وقيت كان قولي يوم أنا ما قدرتش نخدم من بعد لطور للمرضي وقيتها هكاك بصحاية لقدرنا نكمل خدمة ما قدرت شرها مقاف دهري أي شف يخير الحمد لله ما يضربني ما يخاصم اليام أو أولو حاجة واحدة والصورة اللي اللي كانت عندك في المؤسسة مثلا كتشو في الأستاذيال حيث نارلول كتكون واحد المسافة بيناتكم كما قال بضر واحد الاحتيارة امرأ الأستاذيال را تتقرسوه كاملين كيعلمكم حرفة كيعلمكم تعطيكم معرفة تعطيكم بزافة الحاجة بحالك بحال البنات واحد وقتها كتتعزلي من وسط البنات كتولي انتيا بشي تلميذة ولكن الحبيبة المرأة بزافة حالبة فيك تبديد مع عموص والاحترام بيناتنا عاد باش تطورات هذه العلاقات هات شي اللي حكرا شكرا لك رشيدة على تجريبه ما زل نتكرو من بعد على كيفاش شهد بالجواج ديالك مع الأستاذ ديالك شكرا لك أستاذ عزوز توسي انا بغيت نسولك ودبحنا شهادة اللي جات انه كان بزاف هادو مؤسسة تعليمية حرفية فيها تكويل المهاني فيها معمل الزرابي فيها مؤسسة ديال الحلاقة وأيضا كينحترف المؤسسات التعليمية ديالنا كالقوا تجاريب بحركة دالما الأستاذ كينجوج تلميذة ديالتو اللي ما تنسولك عليه هو كيفاش ممكن تحول علاقة تعليمية ترباوية محدودة باينة واضحة من هاد العلاقات العلاقات ديال حب وعواطيف ومشاعر بحالة شي لسمعنا اليوم هو العلاقة البيضاغوجية علاقة إنسانية يعني علاقة ما بين مدرس وتلميذة أو العكس أو مدرسة وتلميذة هي علاقة إنسانية قبل ما تكون علاقة بيضاغوجية معرفية رأي علاقة إنسانية وفي هذه العلاقة إنسانية يتم تمرير المعارف المهارات إلى غير ذلك ولكن بالموازنة مع ذلك يتم تمرير مشاعر قد تكون مشاعر الكراهية قد تكون مشاعر الاحترام قد تكون مشاعر الحب إلى غير ذلك أحيانا تتطور هذه المشاعر اللي هي مشاعر ديال الأستاذ أو الأستاذات توجه تلميذ أو من تلميذ إلى الأخوة إلى مشاعر ربما أعمق وكتجاوز السياق الترباوي وكتأخذ أبعاد أخرى منها أبعاد ديال الحب إلى غير ذلك إذن هذا طبيعي جدا أنه توقع مثل هذا الألمش لأحيانا شنو كيوقعها؟ كيوقع عندنا بعض المرات كيكون عندنا واحد تلميذة أو تلميذ أمام الأستاذ أو الأستاذة دياله ويكون كيشوفوا واحد الصورة كنتكون عندهم جمعة متوقعات وبعض المرات كيمكن يكون كيشكلوا بالنسبة لي له كيشكلوا واحد ليدول نموذج فكيم هناك نوع من الإعجاب المدرس أيضا يريد أن يخلوق نوع من الإطارة ديال الإعجاب لكلام دياله على المساوى المعرفي ولكن كذلك على المساوى الجسادي ولذلك نلاحظه كان الاهتمام بالجساد الاهتمام أحيانا بالهندام ولغا ذلك خاصة إذا كان هناك جنس آخر من الجنس الآخر داخل القسم تلامد نفس الشيء أمام الأستاذ ديالهم ولذلك نقوم بها كثير من الأحيان أن الإناث يفضلنا أن يكون المدرس ذكرا والعكس الذكور يريد أن يفضلوا أن يكون المدرس أنسى هذا طبيعي خاصة أننا نعرفه بأن خصوصا الآن ربما الحالة اللي قدامنا هي حالة ديالتكوين مهاني إلى غذلك ولكن إذا مشينا لمثال المؤسسات تعليمية نظامية كلقوا أنها مرحلة المراهقة ومرحلة المراهقة كان عرفوا بأن المراهق كي يبحث على ذاته ولكن كذلك كي يبحث على كيكون عندهم جمعة من الهوامات التي يريدوا أن يجسدها وهذه المشاعر كتبان في ربط علاقات تستطور أحيانا إلى أن تصل إلى مساوى العشق إلى مساوى الحب وليك تخلق بعض المرات المشاكل وبعض المرات يمكن أن تأخذ المصار الطبيعي كما جميع الحالات ديال الإعجاب في الحياة الهدية شكرا لك أستاذ عزوزة توسي مشاهدينا أن توقفوا لحظات مع الفاصل الإعلاني ونرجع ونكملوا قصة الناس بدر نكمل معك القصة ديالك دابا ندخلوا دابا المعماعة ديال دابا جموشتوا اللي عطال الله عطال دابا غادي بغادي بغادي نعرف معاك كيفاش ترتين تيبات لأستاذة ديالك وللأستاذة ديالك كيفاش كيفاش تحبيتوا وسط خمسين واحد علما أنك ماشي بوحدك اللي كان في القسم هي أستاذة واحدة كتشوفها كاملين ولكن يارا كتشوف خمسين واحد علاش انت منذ ندوك الشباب وعلاش الاختيار طاح عليك نسايا ما شنقول لك تعمل الحتيرام اداب كل شيء يحترم الأستاذة دياله اه والشي توع ما غا يكون كين شو عديل لي باسلين هادو كنت تكرههم دابا كين ما قال دكتور عزوز كين مشي عن الحوش ومشي عن الكراهية ما بلأستاذ وتلميت دياله شحام مراش يبقى ويزيدو في الهدرة لأيش نقول لهم صافية أستاذة ديالنا كتحامي عليا هو كدوها تلك الساع انت تلك الساعات في شحاجة شوي هو كان شوي هو كان يلا بديتي كت تتحس بلالي السيدة ممكن تكون معا شي حاجة ماذا نمتلك سقى شحاجة بحلوك روتوش ولاذي ترجعني من ذونهم بادرة صعبة ليس عالش ديالة هي ديالة هي ديالة هي وصافي تطورات العلاقة من بعد صافي بالهدرة من الخلال الهدرة ولكن كتلك المواقف توقع ما تلحيد منتما تكتقره يوميا عودية التوقيت اللي كان عندك عندك تسعود الاثناش ومن ثلاشة الخمسة يعني الصباح وعشية معها كرة تقول بنت عالية بمشي القيصر بياك في الأواخر اما في الأول انا ما لباليش في الأول ما عادي اه عادي ومن بعد هي تتقول يا ربي مشي للمدراسة وانت تتقول يا ربي مشي القيصر ها ملك مسهولتي لي لكن انا اه اه انا من بعد يا ربا امشي اصطلع على النار ومشي للمشي يربيت على النار اشوف الأستادة ديالك وخاملين جوجته العلاقة الزوجية كيدي انا ما بين أستاد وتلميد واشكتبقى في علان أستاد وتلميد تفضر لاش مقاوا عنضحك وجيب هذه كده نقول اش حكمالي يسحبك في حتيارة كانت جيبك غوتوش وكسكت زيد زيد درا كانت عندها السلطة كانت عندها السلطة نفسها في الدار في الدار؟ ام شوية وضع وكي للك الحتيارة من اللي كان في الأول قاع بعد المرات تي حضر ما شوية تلهاد ربا كم جو صلوه وحد المكان خصوش بادل وخاش كون قاع كانت ولنتا الرجل هي المرأة كانت ترجعوا للأصل ها ترجعوا لأمك وبك كما كان أمك وبك قلصت في حالة قادة من الخدمة اه قلصت من الخدمة لماذا؟ حيش ما ممكن ان ازوج بها وشي خدمة مدخلش يلقا عديدها من رجل وشتي بارا لقيتها في القاسم خدامة لقيتها ولكن هاليا يلقاتنا عشنو أختي تكون كيكت يتبسلوا على الدراري وشو حيش وشيش نشفش حضرش وانا من هذا وقع انت من واحدة كنتو كتبسلوا بأستادة ديالكو؟ ايه مشيش بجيتها في سالة وكملتها جواج وانا شلي اعطال الله شلي اعطال الله دب احنا احنا نتناقشوف من القصة بصوية بصوية هذه الجريبة لم تتوقعش ديما بحالة شافدر وايه قليلة وناديرة حيشنا بشكرنا نديرو هذا الموضوع احنا نقول ممكن مكين تشي واحد غايدين يقول لانا تجوش لأستادة ديالي مجيش صعيب هذا القضية لاحج طورنا العلاقة بزاف صافرنا في الخوطة وبارا بمشي بصافي عجبني الحال اخوش يقلوا لي اما مزيدوا قاركو امشي تيارا الخوطة انا اخشي كش عرفه مزين انت مشي مشكي تقدر تدوزها ولكن هي عائلتها ترى شوية صعيبة ترى واحد دريت يقرى عندي بغت نجوج به عادية عندك ذا صعيبة في المجتمع ديالنادي حيث للمرة انت تبغيت تجوج تتقلب علاش اذا ما راخت دافر بلاصة الفلان فلانية راه كذا راه كبر مني راه حدنا المجتمع المريم الحمدلله علي شحانو الدرس ماشي تقول لي وانت بحدريت انقرى رابيت نجوج به مججج وكنتو مجبتوها اللي هي يقتوها قديتوها سبحان الله حياتنا جحى بيناتكم العلاقة مزيانة الحمدلله الطحسين ماذا نقوم معكم؟ عام وهو حوارا اللي عما يعملون ماdrان سحيانة في تيجارة وليس يقوم يعبد المجتمع طوالب وانت سحيانية حمد التقول وانتت كبير وتتسليم ما تبقى حتى يوقفوا على رجليهم بقي على الشيء الأخ دياليو هاد نقطة معجباجوش لي كبير عليك شوية حيث انترى جمعتي بزيبت المتناقضات غالك شي لما ما ماتيت جمع جمعتي يكبير عليك شوية والسادة ديالك مخدام مردام تبقي صغير مغامرة هذه عشتيا ولكنك توقع انكم سمشون مزيان بسيدة بخير وعلى خير معكم الحمد لله تسعر الحمد لله الحمد لله شكرا لك بدر على تجربة حقيقة المتميزة اللي عاوتينا اليوم نكمل معاك حالي ما القصة ديالك معارج لك الله رحموده بات وفاة وفدر الحق وحنا فدر الباطلة كي تنقوله عاوتينا يا على انتي السلوك ان نرجعوا للمعمل وانتي ما كنتو مع شحان من بنتي يمكن المعمل تكون في مياه ولا ميتين نعم الله ديال بزاف ديال لبنازي وانتي مدون الناس اللي هاد المعلم بغاك انتي اعودي ليه على المواقف اللي كانت تتوقع كيفاش كانت يتقرب منك كيفاش انتي قدرتي انكي الاستاد ديالك المعلم ديالي ونجوج بيه ونخرج معاه وندخل معاه عاودي ليه على تجربة عاودي ليه أفكر نغيرة نقع؟ اعظم agreements انتقرب شيء مايرى Bert ديالك وما تتوقع منّي منك ولاjadi شابه الخليجت معاه ايه تعرفت به ونجمع هذا وقدرنا بره وادك شيء oh مم هنطل ولكن الناس ف deny cont NATS أستاذي قالت أرى بغيتك وعجبتيني يعني كتولي تحسي بلتانتي أو أنتك عندك وحدة القوة في ذلك البلاصة يعني كتولي حساب راسك سمي وصد عباد الله وصد الناس كتولي عندك وحدة زيدة شي حاجة وحال بدر وإنك وحدة مقربة عليه يمكنك أن تكون نقطة ناجح طائر ناجح من الساعة أنت ناجح يعني الشركين ناجح ناجح حفظ أدراك لا تحكم لا تحكم رأسي وممشوش كي يخربقوشي شوية أش كي يقولوني أش بغيتي بيها وماشي عاية لخدامة باش يقربوا ليهوما اي 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 صحرا ماشي غينتي بوحدك لكينا صح كيني البنات بزا اي 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 وابقى بحالة وكاكو في الأخير هو اختار مكتاب ابنيتي صح يمشى لخلص نقوله مكتاب الله هذا لت مع الوليدات وذك شي قدر اللعنة وفاش جوجته كيفاش بقيتوا عايشين ما بين المعلم والمتعلم نحقاش كالفرق هو كان الأستاذ وانتي اللي كنتي انتي اللي وخات كبريتات شبعية كنتي يخدمه معه كيفاش قربتوا المسافة وليتوا مجوجين ومليت قربت المسافة قدر الله قدرتوا تعيشوا من ناس مجوجين عادي بشكل عادي ما كان مشكل بينتكم ما كان ابنيتي ما كانت شي مثلا يقول لك كنتي قم تلك للمره غير كنتي متع الما وانا اللي جبت endeavor يعنيتنا ليس بشكل عادي ما فعل ماكلي ما فعل ما فعل شي كلا ش حد وسو دي الاجواجه حاليمه ش حال من عاروة تحميل ش ح двиг Pour it 5 لا شة 18 عام 18 عام رامع hunger وكا preventive وتوفى بقيت انتي مع دوك الوليدات ودذي كبروا بعدها؟ شوية وحدرة طالعة في ثلاثة واحد في ثلاثة لاخرها في ثمنتاشة لاخر قلتي عندو شي اعاقة؟ اعاقة اعاقة وشن عندو مسكين؟ الرجلين متينوتش ابنيتي على الكروسة ودبا بقيت شوية وشنو ملو الاعاقة ولا تل بقعت شي حاجة؟ لمليت زاد زادها اه زاد مسكينوك بقيت مع الدبا في السبيطارات لابنا اللي بقيت معاهم لما كنتم انا حبيبها لما خدمتانا لما كنتش عليا انا لابقيت ارجاء في الله معاهم نعم والله يعاونك الويداتك حليمان سنشكركم بسفة بارك الله بقسم حيليه واش عرفت نادر واش عرفت نادر واحنا عوتينا القصة ديك سنشكرك بزافة حليمان راشي دا نكمل معاك القصة عاودي ليدا بعلا ذيك الخفزة النوعية اللي درتي من المؤسسة كنتي تلميذة لأستاذيك والليتي الزوجة واش كتبقى الصورة هي في الدار واش عاودي لي على العلاقة كيفاش تحولت اه شعا نقول لك العلاقة اللي بدات صرا هي اللي قلت في اللول مزيان مهم وخا الناس كي يشوفوا في يدك يشوفوا بأننا ماشي مزيانة انا كنت خيلها مزيانة مادرشي حاجة خيبة عنا شو ما كيشوف بيك شوفها ماشيك زيانة ما عشكي ما في الخدمة في كنت أنا مع الأستاذ يبقى لحد الأنت يبقى ويتسأله كيفاش أنا جيت طغير خديت الأستاذ ويتسؤولون ما في فهموهش انه حيث حيث تبهد انتم ما تطلقوا يمكن كتر من مع الأستاذ ديالك اللي في المؤسسة كتر ما كنتشوفوا في داركم اه اه تدوزي مع النار كامل اه 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 ما كنتدوزيش مع أخوك في الدار ولا متدوزيش ما كنتدوزيش ما عندكش فرات احد اخرى في نشوفين نحاول نعرفوه وهو يقاودي عرفني أنا يمكن في هذه المؤسساتك تتاكلوا مجموعين وقيلات في ذلك شئ تفنسلي مشغول دينا كل هاتف بشي بضعر قدت حكوه بتعاودو تفرحو كاملين تحضن كاملين كنجوء وساري صفي بقى هكا كك وقدروا ما كنخليهم مومي كل يبغى ونا هذيش اللي دارت ربيراتي بي مادرت سي حاجة خيبا لي دارتو جواجة بل حلال ليس شي حاجة حرام صفي وذ العلاقة دينا ب si مزيانة الحمدوالله دابع لعلقة في الدارة نعودي لي على الدار العلاقات التار مزيانة. ما بين الأستاذ وما بين تلميذة دياله؟ كي أعملني مزيان. ما كي نهض فيها ما كي عصبني ما كي دير شي حاجة لما تتعزبني. حد فش كنت تلميذة كان ممكن مثلا لما درتيش حاجة. كان كي نهض فيها كان كي نهض فيها وكي تعصب عليها لما درتيش حاجة مزيان. كم قيم بكيلوه. ياك. صفي. كيف حالك في ركسام في صوراتي يبغي قلبي؟ كي يشوفني كن تزيار. صفي كي عاودي يدير معي بسن. والخرات كشكي بكي وتي يحزرهم ولا غينتش يمدوني. اشفياك وشفياك. ولكن أنا من يدخل معي معقول صفي. ولا كي يجيل عندي لجيهتي بساف. صفي بقعت هكك كدبه في الدار مزيان الحمد لله. حاجة وحدة لي فيه ما ما تتعزبنيش. هي مي كان قول مثلا المرض الواليد ولا هدي. وقلت لورا خصني شي حاجة بش نعاو نوم هدي. تيقولي يا أنا حيت مسؤولية ديالي. تيقولي في حالاش. تيقولي يا مسؤولية ديال الدار كنتي مقاهم عايشة. دبع أنا نقطق منهم السيار ديالك وديك شي صفي. أنا وليت أنا لكن تكلف به. ميمكري ياش ننس داركم تهيا. ونتي. ولا ما عندوش مسكين. أنا كنت تقلق حتى بالمشكلة لي مريضة أنا. أنا مقدرش نخدم بش نعاونهم. مم. خصني داروري نخدم بش نعاون تال. الواليد عندي أيان. ميمكري ياش نخدم. أنا باق مريضة هاكة. وهو ما تيبغيش يساعدني. ولكن واش عندو الإمكانية بش يعاونه وما تيعاونه. كي عاونهم. والحساب بلا بغاه ببايا. حيث أنا أصلا ما عرفش حركة يقبط. ما كان بايش ندخله في. هو باقي في نفس المؤسسة. آآ باقي فيها. ولكن أنا ممكن قدرش ندخلي في شغل ديالو. حاجة وحدك يخلي إليها خاطر. مم. ما كتخافيش أنه في نفس المؤسسة. حيث دائما اللي بنات غيبقى نفس الجو. ما كتخافيش تعاون تجريبها. دائرة تيقافي. دائرة تيقافي. هم؟ دائرة تيقافي. دائرة تيقافي. حيث اللي زائم على بنتك يقريها. دائرة تيقافي. دائرة تيقافي مجودة. دائرة تيقافي. دائرة تنقل دائرة تيقافيه. دائرة تهربة. حاجة وحدة تنخل في الجواز شواز ما. الجنسة تتعافي عدد مقلقة. حيث دائرة تنخل. لديه من خصوص كنا رأسين كبيرة تتخ 합 على ويمدر مبنىء مع هو المستادسة الإسلم. بالله القسم فيه بنات فيه ولاد كيف شي يلابس مزيان و احنا كنا عرفوه صباح كثيرا رجال التعليم خصا الشباب تيكونوا لابسين مزيان يمكن تهوما ذوك المراهقات يشوفه في الأستاذ ديالون تيولي لك وفريس الأحلام حيث كتشوفه في الصباح وكتع تعود شوفه في العشية يعني تهوورة تيكون محط أنظار القسم كامل في البنات والولادي لك انشي أستاذ بحر بضرة كل شي تيولي أستاذة زوينة أستاذة صغيرة أستاذة ماشي بحالة كان أستاذ رجل كبير ولا أستاذة مرة كبيرة؟ لا هو عنده ده بتسعود وثلاثين أنا عندي أربعة وثلاثين مهمة مفوتين شباب كيمش يمشيك في الصباح كيمشي؟ مدالوري بتوعية الحر مدالوري يخصي بشي آنيق مكتجيك الغيرة حيث غيمشي علم البنت؟ شوية؟ ولكن أنا ما تديرش معي شي حاجة اللي غادي نحس بالغيرة كي تتعامل معي مزيان؟ مهم عادي ماشي شي حاجة اللي غادي نغير عليه ونقول له لا ما تبشيش دك بلاسة لا بتتل هذه البلاسة ما تخدمش فيها لا دينا فيه التقاط يلي والحمد لله التقاطية كل شيء الحمد لله حاجة واحدة مشكل هو ماديا أنت تجاز بغي تتعاوني مع داركم؟ هذا الشيء يكاين بيناتنا أنا ويما الحمد لله حمد الله وشكرا معاه الحمد لله مزيان وكل شيء ماشيزا مموشتوش مازال ما يكونش وليدت؟ أنا اللي كتلو بالاتي شحان عبش جوش شو دبا عام عام؟ كتلو بالاتي قال يا عاش كتلو تنشوف راسي من رجلي بقى تتشوف يا راسي بقى تتشوف يا راسي شوية الخلعة كتبقى كثير صح صح لا مزيال واحدة تريد لأن لولاد تاني الولاد ولدناهم دبا غا نزيدو نقدبوهم أنا من أحسن تنشوف شنو كاين وش يستمر معي وش نبقى عايشة مآفة لعيشة اللي أنا دو بالحمد لله فيها عايشة واشا تبقى مستمرة لما كانش مستمرة تكسع حاجة أخرى أتكون بصح الله كل شيء في الدراسات وكل شيء نقول لك العام الأول يصريت عامين ثلاثنين يشوف يخليني واحد العامين والثلاثنين والأربع سنين قاعد نخرج لأولاد ميانتوا أبقين صغار نقولوا بلدي عشو حياتنا تحناه ونشوفوش كاين في القدام وهادي وطور لنا المائشة دينا مزيان مصرف يكون مزيان وهذاك شهد ممكن نولده وللا سنتمنى رجلك يكون سمع القصة ديالك ويعرف بليرا ما كانت مش مشكلة بسيتنا واحد الحاجة شفيد العوين الوالدين ياك ساعدك را هذاك سيلي بغيت أنا تشيلاش أنا هنا يا لحسب العوين نعم هذا ما كان شكرا لك بزافة رشيدا هدرنا قبيلا أستاذ عزوز توصي على وجاف في الحديث ديالك على الأستاذ اللي كي تشيك وتيلبس لأنه يمشي القسم فيه ابنة ولاد ولكن بغيت ننظر معاك اليوم على حتى حول كبير في الشخصية ديالتلميذة المغربية البنت اللي كاتبشي للمدرسة ده برما مقاش ديالك القرينات والطابلية للركوبة وتبارك الله وما الشباب ده ببعنا في البلاتورة ولا الاهتمام بالجساد ولا وجميل ما كناش باتي خرجوا بلا كوافرة بلا بروشين بلا بزافة الحاجات اللي ولا الأستاذ كيشوف عارضات أزياء قدامه في القسم يعني يمكن حتى هو كي تضلم هدك الأستاذ خاصة إذا كانوا شباب هده الأستاذة الله يخليك نركزو على هذه النقطة ديال التلميذة المغربية والشخصية ديالها وتحول اللي يوقع فيها هو من دون شك أنك تحولات اجتماعية فيما يتعلق بالنظراء إلى الجساد وكذلك توضيف الجساد لأنه في حال هذه كان ربما كان هذا المعطا هذا ما كانش واضح في المجتمع المغربي طبعا احنا المجتمع المغربي بشكل أقل من بعض المجتمعات الأخرى الاهتمام بالجساد إلى غير ذلك توضيفه إلى غير ذلك ولكن مع ذلك حاضر هالتحول واقع وذلك يبقى من خلال الساكنة ديال المستساة التعليمية الساكنة المستساة التعليمية تغيرت على مساوى الجانب الاستيتيقية جانب الجمالية جانب الاهتمام بالجساد الاهتمام بالتياب الاستهلاكية أيضا في هذا المجال هذا وهذه كلها عوامل قد تخلق بعد لحظة ضعف عند المدرس ضعف إذا طبعا لكن كان هذا الجانب هذا هو جانب مهم ومؤثر أيضا ولكن كان جوانب أخرى مرتبطة بمعطيات نفسية مثلا بعض الحالات اللي كنشوفه بأنه مثلا بعض الإنات تلميذات اللي كنشوفه مثلا في المدرس الأب كيوقع ما يسمى بالتحويل كيمكن يكون فارس الأحلام ولكن يمكن يكون بعض المرات الأب وهنا فين كيوقع المشكلة أنه من يمشيه البيت الزوجية ما كيبقاش الأب كيولي الزوج وكيبقى الصدام ما بين انتظارات الانتظارات اللي كانت في الأول اللي هي في جدرة هذه المشاعر الحب إلى غير ذلك والرغبة في الزواج وما بين واقع آخر اللي هو المستلزمات للحياة الزوجية لغير ذلك لكن كما قلتون هاد تحولات اللي وقعت في المجتمع المغربي وخاصة بنسبة للتلميذات وكذلك حتى بنسبة للتلميذ لمن كنتكلموا على الإينات كنتكلموا كذلك على الضكور عندنا حالة دي السيبدر كيفاش أن مدرسة ديه أعجبت به نظرة اللي ربما شافت فيه بزاف ديه الحويج ربما شافت فيه شي حويج اللي كحقلها بمجموعة من الإشباعات فهذا تحول واحد من العوامل المهمة اللي يمكن تكون الأخر لكن ماشي بوحده نخص لاش نربطه فقط بالجانب الجمالي أو الجانب ديه الجسد كيمكن تكون هناك عوامل أخرى نفسية لوراء هذا القضية ديه الاهتمام بالتلميذ أو الاهتمام بالمدرسة بعض المرات كيمكن التلميذ كيشوف في المدرسة كيشوف فيها حوالي شخورين وممكن نتحقلوا إشباعات أخرى من غير إشباعات التلدد بالجسد فهذه المعطيات كلها نبغي نصحضرها ونحن نتحدث عن هذه العلاقة ما بين المدرسة الميذ في طروحة سيق وجاف في الحديد للأختين ولا السيبر يكون أن مثل هذه العلاقات توثير مجموعة من ردود الفعل في السياق في المحيط الذي يحيط بالشخصين المعنيين كين بعض المعطيات أو بعض الأطراف التي تتقبل مثل هذه العلاقة خصة إذا كان مثلا مدرسة ترغب في تلميذ إنه اجتماعيا شوية بالنسبة لي له ما كانت مشكلة ولكن بالنسبة لي لها كتخلق لها مشاكل كيف أن مدرسة قاصة على مسوى السين ونحن نحن نحن تمثلات اجتماعية حول السين كمتغير في العلاقة الزوجية كيف أنها تنزل إلى مسوى دي الواحد تلميذ ونحن نحن الاجتماعية كمكان اجتماعيكم مستوى سوسيال ولا على مسوى السين يعني أن هذا المعطيق غالبا أنه لا يتم تقبله من طرف المجتمع خصة المحيط ديالها بالنسبة للقادية ديال المدرس مع تلميذ إداريا لا يتم تقبله ولكن اجتماعيا ما كان شي مشكل احنا كان عرفوا بأن في السابق كان الفارقة السين ما بين الزوج والزوجة ماشي متروح إلا كان لي صالح يعني إلا كان لي صالح الذكر يعني صالح الزوج يمكن يكون الزوج يكون كبير السين ما كان مشكل ولكن العكس هو اللي ما كانش مقبول لذلك هذه المعطيات كلها تستحضر في الفتناول في هذه الظاهرة شكرا أستاذ عزوز التوسي طيب مشاهدينا ندوزو سقلوا الحالة الرابعة في قصة الناس اليوم نبيل لأستاذ ديال الدعم تقرر المراهقات وكيتعامل بزاف ديال السرامة والحزم بعد الفاصل نبيل مرحبا بك نبيل أنت أستاذ ديال الدعم يعني كتدل مراجعة في عمرك 23 عام عود لي كيفاش يكون الشاب بحالك بهاد الستييل الابس وبالتحسينة ديال الشعار كي يدير الدعم والمراجعة البنات مراهقات كيفاش تدير لسافة بينك وبينهم يكون شوية ديال الصعوبات في الول وإني مش تعايش معها عود لي على الصعوبات نبيل مثلا. بحل واحد خيساك اجو قاعد لدي واحد البنت. مش كان دي با دور سخوصية في الدع. هي وصاحب شوكا. كنت دي مش لقى اسميش في الدفتة ركا. في الطاويلة شي عاشب حالكا. تكسبوا اسميش? اه. اه. صافيش تصطروفة ديالة غريبة. اه. وقلتها الماما. صافي مبقاش كتجي عندي. هي ما سولتياش عايش كتكسب اسميش? بان تصطروفة ديالة بأن مؤجب بيك بحالك اه. صافي مبقاش كتجي بل عندي. زيان بباتية حيث في 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 بالمقابل كان ممكن تستغل الوضع. لان في صبقي صغير ويادرية صغيرة. اه? لا. لا. اذا المهالية هناك تحضر. كنت مبغين نصح وماشيش مبغين. شفامشي. مم. نستغل اولادي. عود لي على الحدود ديالة اللي على قد دير بينك وبينا حيث انتك تقرر المراهي قاس. اه. اختيش كون صاري معاهم. اختيش كون صاري معاهم في اللي أولو ما صامش عليك. مميحلش بسصارة ما كيف يش كون صاري معاهم في قاسم مدك شي يكون حدود. مم تحكش. مم. صاحبا ما عادي واش وقعدت لي هي ثلاثة صافي. اه. شك انتصار ما ليش يخلي ديالة شي بحودود نتخذ يلخ المصر. يا يا عغرب متك تقري. اه. أغربية شي يوصل مكسيمو شل الخمسطاش 16. 16. بنت. اه. وشنو السين ديال هنا؟ عوض Large actual 18 أعوض على المراهة. اه. اه. جهد ديال 17. كبقه ما مراهقة كيف يكون لابسين عادي كيف تجلبون أعدي عادي في المناطق ما كن حاول نمج معهم يقالي المشكلة لنحبس كتسميون كيف نتعلم وكذلك كتبين وكذلك تضيفتهم الذكريات وقلب نصره ومسائي توافلس الإحلام وتمصيق خباب ولكن الوجه الآخر في القيصة لك أنك تتجهوا مديرة لك كيف تتعوش للمديرة لك؟ كيف تتعوش للمديرة لك؟ المديرة ستكون كبير منك شوية كبير من ثلاث سنين قبير منك شوية مديرة كعه كيف تتطورها وم أنا كنت قمت بلوم دروس خصيب الليل كن كن غيانوية بحركة في مؤسسة وهذه و كنت تنر هذا ما الأولاد تاني هذي عشبتني مشي تخذبت لك شهلها كتلها غير تجوج بك وهذه قلت ليش عند دامنا مشيش عند دامنا ومقبلوا بي أسعافي وتجوجنا ممكنتها مشكل بسهولة جوجتك ممكنت مشكل بيخها ويلي تلي قلت لها المشكل دي البنش يلي نصحاتني قلت لي يا سيو عن دمها قولها لها يبهتوا قوم باش تحبس بنتك دامنا بerus 영화 اذا كان الحل هو انما تجيش تخير عندك مكانش طريقة قراءة انت تتعامل مع الموقف لا مكانش تهدر معها ما غا تتقبلش ما حاولتش انت تشرح البنت باللي انا رأساة ديال كرا العلاقة بين وبين ما دلتش معها انا بزاف قراءة كان شوف غير تستوفر ديال واخر ما قلتلي تقدم لمواجه عريب بوحتي بحلاك كولادي اما غير تصحبتها انا صابتني اتأكدت بان اش فهمتش نحن لتتعليقات بيه وانت اقول الماء ديالي قتلي اقول لها انا تتعليقاتك هاي اش ماذا تقررش في المادة تقرر الماء الماء لا تبقى تركز في الماء لا تبقى تركز فيها اه 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 اذا هو المشكل الوالدين يعطيهم فلوس باش لبنزيت سوى وها ترصد سيات والقلب لا تبغيش بشي للدارو يعني كان ممكن تلعب انت دور اخطر من هاشي اكتحب بليها رياضيات ويجيب نقات خطيرة في رياضيات لأن الأستاذ ديالها هي مرتحة نقطع تلاجها قاعد رياضية نحن 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 نتعلق بك سولا وما حبث معاه واخد حبث معاه هي بالضبط النقطة اللي بغيت نقش مع الأستاذ عزوز توصي بغيت نظره فعلا الحدود الحقيقية اللي يمارسها الأستاذ أو المهنية اللي يتصرف بها الأستاذ قدام بنات يكونوا 17 عام 18 عام مراهقات كما قال نبيل يرسموا القلب يرسموا اللي بغاو يرسموا ولكن الأستاذ خصو يبقى أستاذ ويبقى الاحترام والهيبة في القسم باش ما تطورش هاد العلاقة لهذا الشيء يسمعنا هو من دونش كان المدرسين وفتكوين ديالهم أساسا كيتم تركيز على هذه المسائلة اللي خصوهم يعرفوا سيكولوجيات النمو ديال المرحلة اللي كي كيدرسوا فيها وبتاريخ سيكون المدرس اللي كي قرره مثلا مراهقات أو مراهقين يكون عارف خصوصية هاد المرحلة وكيف أن مثلا مراهقة من سهل بمكان أنها يمكنها ترسابط بها لهذا كيخصو يحضي السلوكات دياله ويحضي التصرفات يحضي الأقوال دياله ويحضي كذلك الندرة كثير من الأحيان بعض المرأس بعض الناس ما كيهتموش بأن الندرة خطيرة جدا في العلاقات العلاقات التربوية أو مثلا مجموعة من ما يسمى بالتعابير غير لفظية لنون فيربال كيكين عنده خطورة ولهذا كيحتاطوا لهذا المسائل في عملية التواصل باش ممكنش يطحوف شي قراءات مغلوطة من طرف تلميذات أو من طرف تلاميذ بسلوكات ديالهم بعض المرات كيمكن مثلا التلميذة أو تلميذ يقدر يقرأ سلوك معين بشكل خاطئ أو يحتواصل معين بشكل خاطئ ويمكن يتمهده في ذاك الباب لدرجة أنه يسقط في نوع من العشقة ونوع من الارتبات الوجداني لغدالي المدرس جاي باش يقري وبالتالي كيخصو يكون واحد يكون كما قلتو في فيها نوع من المهنية في الاشتغال دياله ومخصوش يخلط ما بين المعطيات اللي مرتبطة بالمهنة وما بين المعطيات الخاصة أكيد أن في المهنة التدريسة ربما هي المهنة الوحيدة تقريبا اللي فيهاش واحد الفاصل ما بين الحياة المهنية والحياة الشخصية لأن المدرسة ياخد خدمته للدار وكيصحاه في الدار ويوجد في الدار يردك دونك مكيش واحد الفاصل ولكن هذا ما كانيش بأنه خصو يمزج ما بين المعطيات الوظيفة دياله وما بين المعطيات الوجدانية دياله والداتي لأن ذلك سيخلق مجموعة من المشاكل هذا بل المثال اللي ذكرت نبيل كيف أنه مثلا كيمكنت خلق مجموعة من المشاكل هذه السيدة هذه اللي اتمادات بحكمة أنه ربما ما عرفش كيفاش في البداية نظر الجريبة دياله ما عرفش كيفاش يضبط العلاقات حاول أنه يفسخ كما قال هو العلاقة بوحش شكل كبير لذلك أنهم طمعت فيه فأكيد أنه مثل هذه السلوكات يمكن أن يكون ضابطين الحدود ديالها ممكن ما نصلوش لهذه المعطيات ولكن هذا ما يعنيش بأنه ما يمكن يكون بعض الحالات بحالة دعونينا كيمتل قائية في المشاعر تصرف أو السلوك مع الناس يريدون يراعي الكرامة ديالهم يراعي المشاعر ديالهم مثلا وش السلوك اللي باش نمتلا قلوه لا صحيح هذا ما كانش تصرف يعني ناجية لأننا خصنا نشوفوا شنوما المترتبات اللي يمكن ترتب على ميت لهذا عملية ديال الصد بهذا الشكل هذا القاسي ربح أنه عمل فيطام الفيطام هو فيطام النفسي يعني بحالة نسوف غاش هذا فيطام النفسي جدا نسوي لكوا في دقة ومرة وبدون تهيئ وبدون إلغة ذلك هاتسي دا مرتاب طابي واحد نهار وقالوا لها قالوا النبي أنه كدير وكدير كدير ما يمكنгarat في الطب هاتا الرياضيات طبعا هيدي من دون شك كيف حلгор ملك والاستاذ مذكرين للطفلة والدراسة كيف حلم الأستاذ هو ولette يحببك في المادة وش حلم الأستاذ كي يكرهاك في المادة بعد مرات كيمكن يتم نقل من الأستاذ إلى المادة ومن المادة للمدرسة ككل نعم وحلم Я确 in effect أنا ذو الي هيSuدي ملتمنة من تمرÖوني ككل لهذا كان من الأيق أنه بالحوار وبالنقاش كيمكننا نوصله للنتائج ربما أكثر ضراراً من الحالة اللي شفناها نعم شكراً بزاف أستاذ عزوز توسي شكراً لكم الحضور الكريم سينابيل شكراً لأجربة اللي عاوتينا رشيدة نشكرك حليما شكراً بضل شكراً وتحياتي الزوجة ديالك والأزواجكم كلهم شكراً لكم مشاهدين الكرامين تابعتونا في هذه الحلقات جموش بالأستاذ ديالي كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس تلقوا في نهار أخر مع قصة وحدة أخرى حيث تباقف الناس بزاف ما يتعود بسلام عليكم